موضوع تاني وأفكر حضراتكم بشهادات أمان الشهادة اللي تم عملها خصيصا علشان يعني العمالة المؤقتة الغير منتظمة الموسمية الناس اللي ما بتشتغلش أن يكون فعلا اسمع لمسمة وتكون أمان لصاحب الشهادة أمان لأسرته والأولاده فكانت الخطوة دي تم الإعلان عنها وشهادات طبعا ويمكن بفقات مختلفة وبعوائد مختلفة فهنفهم بقى لأن في تقرير خرج من البنك المركزي نشوف وضع شهادة أمان اتبعت قد إيه أو تصدر منها قد إيه إيه اللي بيحصل في الموضوع ده فخلونا نشوف بالأرقام التقرير اللي خرج من البنك المركزي اللي قال إن مبعات شهادة أمان وصلت لحوالي 800 مليون جنيه لصالح الأفراد الطبعيين والشركات طبعا الشركات لأن اللي عنده يعني برضو متاح للموظفين اللي في الشركات دي إن الشركات هي اللي تقوم بشراء هذه الشهادات لصالح العمالة اللي عندها وبيبقى بقى فيه حاجة ليه علاقة إنه خصم من المرتب أو يدخل في التأمين أو ما إلى آخر بس يبقى فيه حاجة برضو عائد ودخل بعد كده المهم 800 مليون جنيه ده بنتكلم من مارس قبل اللي فات والغاية شهر مايو الشهادات دي في أربع بنوك بنتكلم على تصدره يعني بيع الشهادة بنك الأهل المصري وبنك مصري يعني وبنك القاهرة وبنك زراعي المصري إجمالي المستفدين من الشهادات إحنا بقول 800 مليون جنيه اللي هي قيمة الشهادات اللي صدرت الآن دلوقتي إجمالي اللي استفادوا منها 819.7 ألف عميل خلال 14 شهر شهادة أمان المصريين دي أو لحظاتكم دي شهادة إدخار بنكية بتبتدي من 500 جنيه ومضاعفتها لغاية ما نوصل ل 2500 جنيه ده بحد أقصى للشخص الواحد بتدفع مرة واحدة شهادة أمان دي بتدي لصاحبها فايدة سنوية سبتة 16% بتصرف في نهاية مدة الشهادة يعني بعد خصم الأقصات اللي بتسدد بشكل شهري